اهلا بكم الى النسرة الرياضية من موقع القدس.com شدد اللواج بريل رجوب رئيس اتحاد كرة القدم على اهمية انجاح زيارة رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلتر لفلسطين مطلع الشهر القادم وبين رجوب خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد اهمية الزيارة وانعكاسها على الرياضة الفلسطينية مشيرا الى ان السلسلة من المشاريع الرياضية سيتم افتتاحها في كافة المحافظات اعلن النادي شرب الخليل عن تعاقده مع نجم المنتخب الوطني اشرف نعمان بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الفيصري الاردني وبين رئيس النادي معاوية القواسمة ان النادي توصل الاتفاق مع اللاعب يقضي بانتقاله لصوف العميد ابتداء من الموسم المقبل واشارت بعض التقارير ان صفقة اللاعب كلفت خزائن النادي الخليلي سبعين الف دولار للعب واربعين الف لنادي وادنيس في الملاعب العربية خطى المنتخب المصري خطوة اضافية نحو الدور النهائي من التصفيات الافريقية المؤهلة للنهائيات منديال البرازيل بعد فوزه المهم على زينبابوي باربعة هدف مقابل هدفين وسجل نجم خط الوسط محمد ابوتريك الهدف الاول فيما تكفل اللاعب محمد صلاح بتسجيل الثلاثية بهذا الفوز رفع المنتخب المصري رصيده الاثنتين عشرة نقطة في الصدارة في الملاعب العالمية حقق المنتخب البرازيلي فوزا مهما على المنتخب الفرنسي بثلاثية نظيفة في المبارات الودية التي اقيمت بينهما وتمكن المنتخب البرازيلي من تحقيق اول فوز على الديوك الفرنسية منذ سنوات طويلة بعد ان تمكن من تسجيل الثلاثية في الشوط الثاني من اللقاء اخيرا توجى الاسباني رفع النادال المصنف ثالثا بلقب بطولة رولانجاروس الفرنسية بعد فوزه في المبارات النهائية على مواطنه ديفيد فرير بثلاث مجموعات دون رد اللقب هو الثاني عشر في البطولات الكبرى للعب الذي سيطر على بطولة رولانجاروس منذ العام 2005 نهاية النسلة الرياضية نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء